السلام عليكم ورحمة الله و اهلا وسهلا فيكم بقناتكم احلى مواقف شطران جماعكم اياض رضوان راح نشوف بهذا الفيديو حلقة جديدة من سلسلة نقلات نووية راح نشوف بهذا الفيديو ثلاث نقلات انه يعتبروا يعني كاسرة واحدة و انا صنفتهم كنقلة واحدة راح نعتبرون كلهم النقلة رقم خمسة او الترتيب الخامس وهي نقلة مارشال الخالدة طبعا كتير بيعتقدوا حسب ما شفت بالتعليقات انه هي نقلة وضعت في متحف اللوفر ولكن هاي المعلومات غير صحيحة وانما بسبب هذا الكاريكاتور اللي بيخلد يعني هاي النقلة وبيقول انه تستحق انه توضع في متحف اعتقد البعض انه فعلا هي نقلة وضعت في المتحف ولكن القصة كلها مجرد كاريكاتور فخلينا نشوف شو اللي صار المباراة لعبة عام 1912 هدول هناللاعبين طبعا لاعب الاسود العملاق مارشال فخلينا نشوف بدون تعليق حتى ما يطول الفيديو كتير خلينا نشوف المباراة حتى نوصل للنقلة اللي بدنا اياها طبعا هاي النقلة هي اول بلندر للاعب الابيض والان روك على الاف وان مهدد انه يضرب البيضاق ايف دو طبعا ما بستطيع ياكل بالقلعة ليش لانه هون فورا الان راح يصير في عنا كيش ومتل ما انك شايف القلعة ما فيها ترجع لتغطي لانه راح يكون العمود ايف مفتوح فالعب الروك على ال اي فايف لحتى يمنع الوزير انه يجي كيش هون والان روك على ال اي تش سيكس وطار هاد الفيل اجباري فاكوين جي فايف والان روك تيكس اي تش ثري اكيد ما فيك تاكل القلعة لانه هون راح يكون في عنا شوكي بالحصان كيش ملك ووزير فاللاعب الابيض راح لعب الروك على السي فايف عطينا الوزير الوزير عفوا وهون يعني كانت نقلة مارشال المرعبة وهي النقلة النووية وهي تعتبر من افضل نقلات في تاريخ الشطرنج كوين على الجي اثري لاحظ هالوزير لاحظ هذا الشكل ثلاث بيادق والوزير مهدد باكثر من قطعة هاد الشكل اللي راح نشوفه بيه النقلات التالية طبعا هون شو راح يلعب اللاعب الابيض از اكل بالبيدق اكيد راح يكون في عنا كيش مات واز اكل بالبيدق هاد اكيد راح يكون في عنا كيش من هون جباري وبعدين كيش مات فاذا ممنوع تاكل وممنوع ما تاكل لانه البيدق اتش تو مهدد وما فيك تدافع عنه فالافضل هون انك تاكل بالوزير وبعدها يعني راح يصير في عنا التكملة التالية كيش اجباري لهون وكيش طبعا ما فيك تاكل بالبيدق لانه راح يكون في عنا كيش مات فيعني الاحصان امن نوعا ما فاجباري الملك بده يرجع فهون كيش ايضا الملك راح يروح على الاتش وان والان النايت على السي او الروك على السي وخلاص يعني صار في عنا افضلية راح يسقط هذا البيدق او انك تكسر القلعات متما شايف يعني حصان زيادة ويعتبر ربح سهل فهي هي كانت نقلة مارشال الاولى اللي شفناها يعني نقلة مرعبة خلينا نشوف دور تاني وهو دور لعبه والكساندر اليخين عام الف وتسعمية وواحد واربعين يعني بعد حوالي تلاتين سنة من هاي المباراة فهون اليخين بالابيض وطبعا هاي المعلومات عن اللاعبين خلينا ايضا نشوف الافتتاح او المباراة بدون تعليق وايضا نشوف هاي النقلة المرعبة ولاحظ يعني نفس السيناديو ونفس الشكل تكرر بمباراة اليخين ايضا نفس وضع الوزير هون والوضع انتهى ليش انتهى لان هون بالحقيقة في عنا كشمات بثلاث نقلات وليس لها حل فهون شو ممكن يلعب اللاعب الاسود طبعا اذا اكل اكيد فورا رح يكون في عنا كشمات لاحظ يعني معلومة هيك مهمة جدا اهمية وجود القلعة على الصف الثالث بالهجوم يعني هذا التكتيك او استراتيجية معروفة جدا دائما اذا بدك تهاجم القلعات لازم تكون على الصف الثالث اذا بدك تهاجم على الملك طبعا هون اذا اكلنا بالبيداء ايش رح يكون في عنا كشمات اذا اكلنا بالبيداء ايضا رح يكون في عنا كشمات كش لاحظ اجباري بتكتاكل ومن ثم كشمات واذا ما اكلت يعني هون اذا ما اكلت الوزير يعني انت مهدد بيدقين وعا الحالتين ما فيك تدافع عنهم فاي نقلة مثلا انك تجي تحمي هيك تجي تحمي هاد البيداء فاكيد سيكون في عنا كشمات بهي الطريقة الجميلة فاذا ايضا نقلة مرعبة وبتاخد روح نقلة مارشال هي نقلة اليخين اللي لعبت عام 1941 وبعد 25 سنة ايضا من هاي المباراة العملاق روسوليمو ايضا بكرر هالموقف روسوليمو هون بالابيض هاي معلومات عن اللاعبين وبصير في عنا الدور التالي مباراة جميلة ما انا متذكر اذا كنت يعني محللة بالقناة عندي القناة يعني صار فيها فيديوهات كتير وصرت انسى شو محلل على كل حال يعني المباراة واضحة والان كش ملك الملك رح يروح على الاتش ايت والان تخيل او فكر شو هي نقلة اه روسوليمو القادمة بتوقع انك عرفتها النقلة المرعبة عفوا وهي الكوين على الجي سيكس لاحظ نفس الشكل ونفس السيناريو ونفس تقنية الهجوم لاحظ القلعة ايضا على الصف التالت الان شو بدك تلعب اه اكيد انت اذا اكلت بالوزير هون رح يكون في عنا كش مات ممنوع تاكل الوزير بهذا البيضاء ممنوع تاكل الوزير بهذا البيضاء لانه ايضا رح يكون في عناك كش مات جميلة مثل ما انك شايف فاذا الوزير ممنوع يتاكل طبعا الان عنا تهديد خطير انك تعطي كش مات من الخانة اتش سيفن فالافضل انك تحمي بالنايت على الجي سيفن وهيك حميت والان كوين يعني رح ياخد النايت تضحية بالنايت اكيد ما فيك يعني تسترجع حصانك انه هون رح يكون في عناك كش مات بعد ما يحرك الملك رح تيجي كش مات بالقلعة فاذا هون بعد ما اضحيت بالحصان ممكن يلعب الكوين على الدي ايت حتى يهدد هاد الحصان ولكن النايت الاي بيروح على الدي سيفن وبيحمي الحصان وعنا افضلية حاسمة فهم نشوف هيك تكملي ع السريع الان رح ياكل الحصان الكوين على الاتش سيكس طبعا مهدد الان انه يجي يضرب هاد فمثلا اذا اكل شو اللي رح يصير رح يروح في عناك كش مات واضحة مثل ما انه شايفين فاذا الممنوع هون ياكل الحصان رح يلعب الكوين على ال جي ايت والان نايت ايف سيكس يعني الدور عمليا منتهي الان في عناك كش مات فهذا كان الفيديو اليوم يعني شفنا ثلاث نقلات مرعبة وثلاث نقلات تعتمد نفس الاستراتيجية الهجومية نفس التضحية التكتيكية بالوزير ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة نلتقي مجددا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله